ما هي المغاية التي كانت كم تستطيعها مؤخراً؟ ويوجد عملية قبل بعض الأسنوات؟ وقامت بإمكانك بسنوات؟ هو ما هي المغاية التي كنت يتبعها ولم تستطيعها؟ وبالتالي أنت اليوم تستطيع نتائج أو جزء من نتائج من أجل التشخص الذي أستطيع وما أجل التشخص وهذه النتائج تستطيع أن تكون مغاية، أو تستطيع أن تكون خيبة وبهما في كل حالات بالثالة، ستكون الأساسي في الحياة غير هو وش صادفتي الزوين بزاف ولا الخيب لي صادفتيه بزاف والاغلبية بيتصير الى لقى النتيجة زوينة تيفرح ويفتخر براسه ولكن الى كانت النتيجة مشي هي هذيك وسيئة ومحطمة كيفاش غادي تدير تقييم الماضي ديالك واش غادي تندم عن ذاك الشي اللي درتي وتقول الجهد كامل اللي درت ممشى ليه في الخاوي وعلاش انا خرجوني نتائج بحلاكة وعلاش انا لي منستهلش ان لقاتتي مرضى لذاك الشي اللي خدمت واش انا ما كنستحقش واش ما عندي تزهار واش انا بوحدة اللي تعدبت وتكافست وضربت تاميرا ولقيت هذي النتيجة يحس الاغلبية هاكا تدير التقييم الماضي دياله والخدمة اللي كانت يدير بتبديشك في القدرات دياله وتيلوم فراسه ولكن ماشي هذا هو الفيذباك اللي خصك تعطي الراسك ماشي هاكا خصك تتعامل مع نفسك انتظر موسيقى تفكير في الماضي اي واحد تيجي وكله وكيفاش تيشوفوه كل اللي تيشوف راسه انه اليوم حسن من البارح وبالتالي كيتموتيفا وكيزيد يخدم وتيقول فوالا عراني في الطريق صحيح وكل اللي انه صوات يشوف راسه باقي في بلاسته ولا غادي الاكفس وهاتي كامل راجع الخدمة اللي درتي البارح وفي الماضي بيانسيوه فإلى كنتي كتلقى الناتيجة دائما من بعد دكشي اللي خدمتي الله يسهل عليك وكمل ولكن إلا ما كنتيش كتلقى الناتيجة وكنت ذرايما كتتخدم من قبل وهذيك الخدمة والمجهود اللي درتي ما أعطاك والو وبديتك تحص دراسك كتتحطم فهنا يخاصك تأكس البطي أي نتيجة جاتك قبلها علشة نقول لكم هكا حيث خدمتي ودرتي لعليك بطبيعة الحال ستجيكم قاسحة قليلا في الأول ولكن ستبدأ ترب عليها بشوية بشوية ستبني واحد الخالية ولا واحد لغانيزم في الدماغ ديالك اللي من بعده مع المدة ما ستبقى تأثر بالنتائج كيف ما كان نوع ديالهم كانت زوينة ومشرفة قول الحمد لله ما كانتش زوينة ومشيدك الشي اللي كتننتظر قول القادم أحسن وكلته خيرة فيها خيرة ما جبتش لمواد ديالي ومنجحتش في النورمال وكل شيء يخرج ليارات ربعش قول في الاستدراكية سنعود ونقدر نجيب أحسن من كنفاليديت في العادي وغير آمن بيها وهضر مع نفسك وهضر معداتك وقول لي هذه الخدمة اللي يدرت ما ضاعتش والمجهود اللي يدرت ما مشافين غير الله اختبرني وبغير يشوف الرياكسي وردد لفعل ليالي واش غادي نقول الحمد لله وقدر الله وماشا أفعل وأي حاجة تأخرات فإلا الله بغير يعطيني أكثر ما كنتظر وتصالح مع الماضي ديالك وديما تدير ليعليك وخدم وخا ما تلقاش النتيجة في الأول ما تتحطمش وساعد نفسك وحرر هام الأفكار السلبية وزيد خدم وغادي تلقى النتيجة إن شاء الله والحياة ما فيهاش فرصة واحدة فكل نهار كتفق فيه هو فرصة جديدة وكل سنة هي فرصة جديدة فما تحكمش على رأسك باللي سيفيني جيبو سويت انغغا وانتخيبون كورا أثيران نكستايم